هذه المقدمة هي أنه تارة نبني على أن كل ما نحتاج إليه من المعارف كلها موجودة في القرآن الكريم وهذا رأي يتبناه جملة من أعلام المسلمين سنة وشيعة وهو أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا ماذا؟ إلا في القرآن الكريم ويستدلون بعدة آيات من القرآن منها هذه الآية المعروفة وهي الآية تسعة وثمانين من سورة ماذا؟ من سورة النحل أعزائي الآية تسعة وثمانين من سورة النحل قال تعالى قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء هذه ما أتصور بعد إحنا عندنا اللفظة تدل على الشمول والعموم والإطلاق والاستغراق وأفضل من هاتين ماذا؟ الكلمتين كل وشنو وشيء دلني في اللغة العربية على اللفظتين أوسعوا مدلولا من كل ومن ماذا؟ ومن شيء هذه اللفظة الشيء لها من السعة حتى تشمل الواجب سبحانه وتعالى ولذا في الروايات شيء لك الأشياء لكن شيء ما يمكن لماذا؟ لأن هذا اللفظ الشيئية ما يستثنى منه شيء ما يستثنى هسا كل عموم يمكن أن شنو يسوي ها؟ شنو يسوي تقيده ما من عام من إلا وقد خص ولكن الشيئية ما تقدر تستثنى منه شيء أبدا ما تقدر تقول هذا هذا ليس بشيء ولذا قيل الشيئية تساوق الوجود كل ما هو موجود فهو شيء والآية المباركة أعزائي قالت هذا المعنى بشكل واضح ولهذا تجدون أئمة أهل بيتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام استندوا إلى هذه الآية لبيان علمهم في تفسير العياشي أعزائي المجلد الثالث صفحة ثمانطعش وتصواطعش أعزائي في صفحة ثمانطعش وتصواطعش من تفسير العياشي هاي الرواية وهي رواية قيمة أيضا عن منصور عن حماد اللحام قال قال أبو عبد الله نحن والله نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك الدعوة واقعا فالدعوة هو طويلة عليه ضم الله قال فبهدت أنظر إليه ايش داي قولا بتعبيرنا ايش داي الدعي الإمام سلام الله فقال يا حماد إن ذلك في كتاب الله شنو أنت صور أنا من عندي قلت ثلاث مرات حتى يهدئ قال ثم تلا هذه الآية المباركة يوم نبعث إلى أن قال تبيانا لكل شيء إنه من كتاب الله فيه تبيان كل شيء مو أدى هل ستقول لي سيدنا أخوة احنا ما نقدر أقول هداك اللي أبني نشوف وين المشكلة وإلا الإمام يدعي شنو هذا المعنى الرواية اللي بعدها صفحة سوة عشر الرواية قال أبو عبد الله قال الله تعالى شوف الاستدلال جد دقيق أعزائي قال الله تعالى لموسى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ شنو شنو كل شيء يقول لا الله قال له كتبنا له فِي الْأَلْوَاحِ من كل شيء هذا هؤلاء هؤلاء الذين خوطبوا بالقرآن من كل شيء فَاعْلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ لِمُوسَى الشَّيْءَ كُلَّهِ وَقَالَ اللَّهُ لِعِيسَى لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ مَاذَا شنو بعض عزال مو كل وقال الله لمحمد صلى الله عليه وآله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولذا صار القرآن الكريم بصريح الآيات المباركة لعله في سورة المائدة اللي بذهني بسورة المائدة الآية ستة واربعة سبعة وثمانية واربعين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بعد مصدقا لما بين يديه إذن كل ما في الكتب السابقة فهو أين هنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جميع الكتب بعد بعد ومهيمنا علي إذا فقط جان جمع كل ذيك الكتب وما بإضافة إيش لون يصير مهيمنة هيمنة ما إلى بعد الهيمنة متى تكون إذا كان محيطا بها وزيادة ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله جاي وروايات أخرى أعزائي واردة في هذا المجال منها هذه الرواية في أصول الكافي إذا نعم باله في أصول الكافي الجزء الأول أعزائي صفحة ستمية وتسعة واربعين باب هناك أعزائي الإخوة بيودي أن الأعزاء يرجعون إلى هذا الباب باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء أي شيء طبعا يكون في علم الأعزاء هذه القاعدة أو هذا الأصل ذكرته للأعزاء ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن ما وسعني الوقت لأنجز هذا المشروع أنا هذه الأبواب اللي وردت في علم الأئمة في أصول الكافي وغير أصول الكافي من بصائر الدرجات وغيرها بحمد الله تعالى كنت معطيها من قبل عشر خمستع السنة لبعض المتخصصين جامعي لكل الروايات اللي واردة تحت هذا العنوان يعني الآن في هذا الباب كم روايك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة روايات أكبر أو مثلا عندما جئنا إلى رواية عندنا علم الكتاب كله عندنا شم رواية في أصول الكافي خمس روايات مع الأسف الشديد هم المجلسي هم بعد المجلس يجوا إلى سند الروايات قالوا بابا والروايات كلها ضعيفة شنو السنة تعرفون همات من أقول اللي كتبه صحيح البخاء اللي كتبه صحيح الكافي واللي غيرهم وغيرهم في هذا الباب فقط أذكر لكم مورد موحدة في باب عندنا علم الكتاب كله أنا وجدت أربعة وستين روايات هو إش قد ناقل الكافي خمسة عندما أقول أربعة وستين روايات لا يتبادر إلا ذهنك يعني فد بسند واحد مذكورة في كتب متعددة لا بأسانيد شنو متعددة التفت جيدة من هذن الأربعة وستين رواية وجدت أن خمسة وعشرين رواية صحيحة على إيه والباقي على حسن الموازين أضيق الموازين السندية ضعيفة سؤال إذن لعدل الكافي ليش ما نقل أعزائي لأن هاي الأصول الأربعمائة كلها كانت بيدا القضية كانت متواترة فانتخب منها أربعة وخمس روايات وخلاها ولذا صرح في مقدمة الكتاب ما أنقل إلا ما صح من الآثى وحقكم كل أبواب العلم اللي حدود مئة باب أنا جمعت من أبواب علم الأئمة وحدود ثلاثة ألفين وخمسمائة لثلاثة آلاف رواية موجودة كلها من هذا القبيل كلها قطعية وبعضها لها شواهد في كلماتي ماذا؟ في كلمات السنة أيضا خصوصا رواياتي المرتبطة بأمير المؤمنين ما بعد أمير المؤمنين هو ما عدوا مرواي روايات كثيرة يكون في علمكم في علمكم هما ما بعد الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين بعد هو يعتقاد شنو ما عدوا بأئمة أهل بيت يصنفون أئمتنا إلى ثلاثة أربعة أصناف الصنف الأول علي والحسن والحسين هذول يعطوهم قيمة خاصة لهم صحابة النبي الصنف الثاني يقولون هذول مولانا كانوا من التابعين مثل الإمام السجاد مثل الإمام الباقر عرفتهم شون هس شوية يصعدوهم عن التابعين شوية نزلوهم شوية يغلوهم في عرضهم هذا من الصنف الثاني إلى الإمام الباقر والصادق الصنف الثالث من الكاظم فما فوق يصعدون يقول هذول كانوا أهل علم كانوا علماء بس ما كانوا أعلم زمانهم اللي تقولون الصنف الرابع اللي يبدي من الجواد إلى العسكري يقول لم يثبت أنهم من أهل العلم هذول كان نسبهم خوش نسب أبو جدهم خوش جد وإلا هم كل شي ما كانوا أصلا هذه مولانا دا تكتب عليها رسائل ماجستير ودكتورة فإذا أنت اللي تدعي لابد شو تسوي بكرة افترض هذا السؤال إيجاك من جيلك الشاب اللي دا يسمع هذاني لابد تجاوبه لو ما تجاوبه هذاني موجودة هذه الروايات أعزائي بالنسبة لي في الأعم الأغلب إن لم تكن قطعية فهي شنو فهي مطمئنة الصدور ولهذا لا أبحث عنها بحثا سنديا أنقل من أصول الكافي ما عندي لأنه أنا باحث هذاني والبعض يسألني يقول لسيدنا تنقل الروايات لا تذكر سند قال الكافي ثم الجواب لا أنا رايح باحثها وجامع الروايات أعزائي يكون جامعين وإلى الآن مع الأسف الشديد أبحث عن مجموعة تبحث تشتغل عليها سنديا ومضمونيا إلى الآن ما وجدت فمجموعة من الطلبة واقعا لهم قدرة على البحث علىها وإلى الروايات كلها جامعا كلها بأبوابها سبعة أبواب في علم الأئمة سلام الله عندنا علم الأولين عندنا نعرف أسماء الشيعتنا عند علم الخزائن علم الغيب كان وما يكون علم الكتاب نوايا الشيعتنا من يدخل متى نعلم متى نموت كل باب بها عشرات الروايات أعزائي أنا ما أدري يوم القيامة إذا أئمتنا سلام الله عليهم احتجوا علينا شنو بابه هذا أني ما كان عدكم بأصول كافي ما كان عدكم بالبصائر أخر ليش أنتم ما رحت تتبحثون عنها ليش شغلت فقط نفسكم بأن الماء طاهر ومطاهر وهذا أني كانت موجودة عدكم عليه لحوة في هذا الباب أعزائي عدة روايات قيمة جدا من هذه الروايات الرواية قال الصادق إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما يكون وما كان وما يكون قال ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه من الله بينك وبين الله هذه الدعاوة مو سهلة فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل يقول وأشار إلى الآية في سورة النحل رواية أخرى سمعت الباقر يقول وعنده أناس من أصحابه عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترض عليهم كطاعة رسول الله شفوا هذه الروايات اللي أنا أؤكد أن الأئمة كان يضعون يدهم على افتراض الطاعة ومو على العصمة شوفوا الآن دا يصف ماذا شيعتهم ماذا يقول يقول ويؤمنون بعصمتنا ما أكو بها نعم أكو الشرط وهوم يتولون ويعتقدون أننا ماذا مفترضوا الطاعة طاعتنا كطاعة رسول الله هل سأت تستنبط منها إذا معصوم جزاك وأنا ما استنبط منها ولكن أريد يقول هذه ليست شرطا إن شاء الله في الوقت المناسب أبينه قال ويفصفون أن طاعتنا مفترض عليهم كطاعة رسول الله التفت يقول هذول الشيعتنا هم أحبابنا مولانا ثم يكسرون حجتهم هم بيني وبين الله يخربون البيت الذي بنوا يا ابن رسول الله شون احنا نخرب البيت اللي احنا بينينا ويخصمون أنفسهم هم يخصمون حجة أنفسهم هذا اللي الآن عندنا بعض الشيعة ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم هذا من شأه ما هو أن قلوبهم ضعيفة فينقصون حقنا ما هو حقكم قال ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا مو فقط أنهم يعتقدون يبدون يسفهون الذي جنه يعتقدوا بذلك أترون يا ابن رسول الله هذه المقدمة كلها على جنه بتعبيرنا هذا العتب كله على جنه ما رد أعبر تعبير آخر هذا العتب على جنه لودت أن أضرب على رؤوسي أصحابي على جنه قال أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم شون يخفي عليهم أخبار السماوات ولا في رواية أخرى بهذا المضمون اللي يعلمون كل شيء يقول إن لم نكن كذلك فما الفرق بيننا وبينكم لعد إذا إحنا هماتينا إقبالنا إن شوفكم من هذا الجدار يصير حاجز بعد شنو لا نراكم إذا فما الفرق بيننا وبينكم عد على شنو أنا صاير إمام وأنت مأموم ولا لابد شايفيه هذه الرواية في مضمون ذاك الذي عندما دخل على الإمام سلام الله عليه ففعل ما فعل ما كان لينبغي أن يفعل بالجارية فعندما دخل سلم الإمام شنو قال لا تعد لمثلها قال يا ابن رسول الله أرأيتني قال إذا كانت هذه الجدر تحجبكم عنا فما الفرق بيننا وبينكم والله أنا الصور يعني من البديهية أنا ما قال لك تعال إذا اعتقدت هاي لوازمة عزيزي هسا ما تقدر إذن المشكلة بتعبير الإمام هي وين في ضعف قلوبكم مو مشكلة أخرى مو المشكلة في بياننا وإلا هاي بياناتنا إليكم جاي إذن منهج الأول أعزائي يعتقد أن كل شيء أين في كتاب الله هذا المبنى فلهذا أنت جنابك في الرطبة السابقة عندما تأتي وتريد تعرض على كتاب الله لابد تقرر مبنىك شنو أن كل شيء موجود له ماذا أو لا هذا الاتجاه الأول